ليه لانه فيه قطاع بقولك من البشر عادي طبيعي جدا عايز يسمع حاجة تاني مش عايز يسمع انه كل حاجة كويسة وبكرة احلى من النهاردة وحترق وتحلى ويعني الكلام ده خلاص يعني مخنوق منه فبيدور على اي تنفيسة مش معناها انه هيتأثر معناها انه هينفث فبيروح يتوجه للاماكن لبث الكراهية ده علشان يحصل له التنفيذ او طريقة تانية اللي هو التفاؤل المفرط اللي يتقدم للناس بقا ايوة الحياة صعبة ايوة الازمة وحشة بس بصوا شوف السماء زرقاء جميلة صافية ازاي شوف الخضر اخضر ازاي ومنور شوف القرارات شوف المشروعات اللي هتحصل شوف بعد نحن هنبقى من اعظم اصياد الدنيا بعد 30 سنة ان احن هنبقى مش عارف ايه ونقعد نقول للناس الكلام ده اللي هو برضو الناس دي بصراحة خنقة يعني انا دلوقتي مدعوك في مصاريف المدرس وانت عاد تقولي الاقتصاد المصر هيبقى من اعظم اصياد الدنيا في 33 سنة ده يعني براحة شوي خليني في 30 يوم فبيحصل فجوة هنا واتساع للفجوة بين المواطن وبين اللغة دي والخطاب ده طب ايه الحل الحل ان احنا لا نخترع العجلة الحل ما فعله الجميع المتقدم لانه اصلا ممكن اجيب امثلة من مجتمعات مغلقة ومقفولة واقولي ان ده مسلا نعمله طب خلق لو انت معجب يعني بالمجتمعات المغلقة المقفولة خلاص ربنا نبارك لك انما انت بتدور على المجتمعات اللي فيها بلاد متقدمة شعوب متقدمة اللي هي بتعاني من الازمة وبتطلع مظاهرات عشان الازمة وبتتغير حكومات عشان الازمة يعني هم مش عايشين في برج عاجي ولا الازمة دي خارجهم فبتشوف هم بيعالجوا الازمة ازاي الاعلام بقى بتاعهم سيئك بالسياسة وسيئك بالحكومات دلولة وكان في الاعلام الاعلام بيعالج الازمات دي زي ما اي حاجة بيعالج ملتزما بتعدد الاراء واختلاف الاصوات وطرح الرؤى والحلول ونشر المعلومات الصادقة اللي بتحصل عليها الى هذا الاعلام تفتح قنوات تفتح مواقع تفتح جرائد هتلاقي الرؤى والله الحزب اليميني او الاتجاه اليميني الماسلا بايدن في الحكم فبايدن اتجاه الحزب الديمقراطي اتجاه بيعتبرو في امريكا يعني اتجاه اليسار فتلاقي كل الاتجاه اليمين قاد يقول له قراراتك غلط المشári Appreciation وتفتح ايه وتسوي ايه ويهجموه ولجماعة اليسار او يعني الموالين لبايدن بيقولوا له انت جميل والقراءات ممتازة ويلا استمر فيها والإعلام المحايد بيقوله بيقول هنا وبيقول هنا وبيكلم عن ده وبيكلم عن ده في المجتمعات الأوروبية نفس الحكاية حزب المحافظين بكل يعني الصحافة الموالية له لأي ما بتختلف مع الحزب في سياسة معينة لكن هي بتأيد الحزب أو بتختلف مع الشخص فيه وإنما بتقول رأيها وبيجيب معلومات وتنشر وتقول وتقول إن الخطة بتاعت وزير الخزانة دي خطة سيئة ولها كان تأثير سيئ على السوق البريطاني والأوروبي فيتغير الوزير المالية أو وزير الخزانة البريطاني كده دي الدنيا دي الطريقة اللي بتتعالج بيها الأزمات بره لغاية ما تتحل اللي هي إيه في الإعلام بكلمك في الإعلام إنه لحد بيقعد يقرف حياتك بالسواد واللعن والكراهية وإن الدنيا خلاص وحدة بننتحر وبنفلس ولا حد بيقعد يقول لك ما أجمل الريف وما أحلى الحال هدئة في الريف ما فيش ده ده غلط وده غلط في دور الإعلام اللي هو إيه كشف الحقيقة ترسيخ الحرية طرح الأراء والرؤى وده يفتح أزهان وأفكار الناس وما يلعبش على العواطف والمشاعر المتأججة والغاضبة في لحظة تأجيج ببقولش ده إن الإعلام الغربي طول الوقت بيعمل كده أبدا في الحرب على العراق الإعلام الغربي كله كان إعلام متواطئ وإعلام مجرم وإعلام استخدم بمنتهى الوقاحة والتجرق معلومات خاطئة وأخبار كاذبة 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 علشان يدفع في تأييد الحرب على العراق مثلاً 2001 وكل الإعلام المحترم اللي غلط الغلطات الجرائم دي اعتذر اعتذر ودفع تمن ده مصدقية الناس دفع دمن ده في الاعتذار دفع دمن ده في كشف تمن ده في كشف الخقائق اللي كانت مفهية عنه وعن المواطن فالحاصل أن احنا أروا أن احنا نكون بس مدركين أنه القيمة الحقيقية للإعلام هو أن يبقى زي حكم الماتش كده تعالف حكم المباراة الفرقيتين بيكرهوه والجمهورين بيشتموه ليه لأنه عنده لوائح وقواعد وقانون كرة بيشتغل عليه مش عنده عواطف تجاه الجمهور ده والفريق ده ولا الجمهور ده والفريق ده ما يبقىش حكم ما يبقىش حكم هنا خالص ما يبقىش طرف محايد أو طرف خارج الملأ خارج المش ليه لأنك انت المفروض التنازل هنا مثلا لو مشجع وروح عد الجمهور لو مع الفريق الثاني تضر روح وقعد في الجهاز الفني له انما طالما انت طبعا انا فاهم انه ده لا يمكن تطبيقه في مصر لان العلام الرياضي في مصر اعلام منحز ومتلون طول الوقت سيك من قناة الالي والزبالك حقوم منهم يتلونوا لكن القنامات اللي بتقول على نفسها محايدة ولا قنام منهم محايدة والمزعين اللي بقولوا على نفسهم محايدين ولا واحد من كلهم نعيب الكرة سابقين منتمين لأنديتهم اللي طلعين منها يعني وتحس انه اجعز جعيس فيهم طالع بتشيرت النادي هو بيقدم فيه المفترض بالرنامج المحايد فانا مش عايز الاعلام السياسي بلاش الاعلام الاقتصادي خلينا في الاقتصاد ده وازمت الاقتصادي يبقى بالاداء ده عايز يعني معلقين كورة القدم في مصر في مطشرة كورة القدم امبرحوا النهاردة في بداية الدوري المعالقين بيكلموا بيحاولوا يسوأوا للدور المصري عندنا كل الامكانيات الله النهاردة في سبع واحد يقولك لعب مبهر مبهر ايه يا رجل انت تعملت ايه اللي مبهر في المنبراء الله على السكوة الله على الاداء الله اشعارف ايه والامكانيات ايه ولعب عالمي وعالمي ايه عب عب انك انت تقرن اي واحد من اللي بلعبه في المساحات الخضراء بتاعة مصر دي اللي بيستميها بلعب كورة القدم بقي لعب عالمي ف يعني انما احنا مش عايزين بقى نبقى حلنا كده عايزين ايه يحلوا البضاعة يلمعوها يقدموها كاي انه احنا في دوري فضيع عظيم احنا لا دوري فضيع ولا عظيم وهو من اول اسبوع لا دوري عظيم ولا فضيع ولا من احسن ولا من افضل ولا كل الكلام الهش اللي بيتسوق ده علشان الناس تماشي بضعط فبرضو لو احنا اشتغلنا في السياسة على الاقتصاد على المجتمع بالطريقة دي يعني برضو نرجع نفسنا ارجوكم نرجع نفسنا لانه دي طريقة زي بالزبط طريقة الاعتقاد ان احنا افضل العرب افضل ناس في الارض المسلمين اعظم ناس على البشرية عن عن يا جماعة بالرحة والنبي انا فاهم طبعا ان احنا كلنا عندنا انكار لوضعنا وعندنا حالة تعويضية يعني عايزين نعوض مشاكلنا بان احنا نفخم في نفسنا وعارفين ان احنا يعني ادوار محدودة وتعبانة فلازم ننفخ في نفسنا عشان ان نبدو كبار اوي مهمين اوي نعرف احجامنا الحقيقية وننطلق منها عشان نكبر لانه ما طول ما احنا بننفخ في نفسنا او بنتهيأ لنا يعني انه على غير الحقيقة والحالة نقلع نفسنا ان دي الحقيقة او انكتر يعني ان احنا ما بنردد الكلام ده فتتصوروا الناس هتصدقوا خلينا واضحين جدا مع نفسنا وامناء للغاية لا يوجد اي طريق او وسيلة نستطيع الان ان نمشي بها او عليها او في اتجاهها لمعالجة الرأي العام لمناقشة الرأي العام لشرح معاناة الاقتصاد ومشاكل الازمات الاقتصادية الا هذا الطريق الواحد الوحيد مش الواحد اللي هي اللي هو طريق المكاشفة طريق المشاركة طريق الشفافية طريق يبعد العواطف والغرائز عن المشهد لصالح الحقائق والوقائع والمعلومات احيانا كتير لما بلاي في اذا في في واقعة في البيت عندنا في اي بيت من بيوتنا يعني لما واحد يقع يقوم عليه كفر للشر يعني ولا قدر الله عند اي حد فتلاقي حد من العيلة بينهار من المشهد وحد بيبرعب ويتشل ويعيط وتلاقي حد من العيلة يجري يطلب الاسعاف وحد من العيلة يروح يجيب كولونيا ويعمل على مركيره عشان يفوقوا اذا تعاملنا كلنا مع الازمة مختلف فيه لما نقدر الله المنبخ مش عارف ايه فرقاعد فيه فالكل يجري ويروح وفيه الناس ممكن يسيبوا عيالهم ويجروا ويقرجوا بره الشقة وفيه الست اللي تروح تجيب صدق الدهب احسن يتحرق لان دي صروت العيلة وده انقاذها لقدام وفيه اللي بيجري يجيب الولد اللي نايم في سريره احسن حد ينساه وفيه اللي بيجري يجيب القطة او الكلب من البلكونة احسن يعني يحصر في الحريق لو الحريق كمل اذا كلنا وإحنا بنتصرف بنتصرف بناء على وعي اتربى جوانا يظهر لحظة الازمة فلو بتحصل ازمة اقتصادية دلوقتي فنتصرف على طريقة المزعور او على طريقة المنكر لا يا جماعة ده شوية دخان فيش حاجة والدنيا بتولع برضو ده يبا احنا ما تربناش على وعي يخلينا في لحظة الازمة نتصرف بعقل ونتصرف بسرعة فننهي الازمة فنلحق نطف الحريقة فنلحق ننقذ العائلة فنلحق ننقذ الرجل اللي وقع ابونا ولا عمينا ولا اخونا فاحنا محتاجين اثناء الازمة دي ان احنا ننبه بعض اللي يكون مساحة الوعي هي اللي شغالة معاينة مش مساحة العواطف ومنسيبش نفسنا للمشاعر والغرائز خصوصا الكاره منه دي نقطة في الاعلام مهمة اوي وعشان كده كل الاطراف هتكره هذه الطريقة موسيقى موسيقى